إلى ملف الحرب في أوكرانيا حيث اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حلف الناتو بالمشاركة في النزاع دائري هناك عبر امداداته من الأسلحة بينما جدد الرئيس الأوكراني فولودي ميرزيلينسكي تأكيده على تحرير شبه جزيرة القرم من قبضة الروس انضموا إلىنا من كيف مرسلنا محمد زاوي محمد أهلنا بك طلعنا على أبرز التطورات الميدانية في عموم أوكرانيا وخاصة في جبهة الشرق نعم صونيا فعليا لدينا خمسة محاول رئيسية يبدو أن القوات الروسية باتت تركز عليها بشكل رئيسي على مدار الأيام الأخيرة وفق تقارير هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أو تقارير قيادي المنطقة الشرقية الحديث الآن يتم عن باخمت المدينة الرئيسية التي تشهد اشتباكات عنيفة بين القوات الأوكرانية وكذلك القوات الروسية على مدار الساعات الماضية خاصة تلك البلدات الوقعة في الجهة الشمالية هناك محاولات من قبل القوات فاغنر وكذلك القوات الروسية من أجل اختراق الدفاعات الأوكرانية تحت غطاء القصف المدفعي وكذلك القصف الصاروخي الجانب الأوكراني والرواية الأوكرانية لا زالت تصر وتنفي أي سيطرة للقوات الروسية على مداخل مدينة باخمت المدن الأربعة المتبقية ثلاثة في دوناسك وواحدة في خاركف الأمر يتعلق بمدينة ليمان التي تمكنت القوات الأوكرانية من تحريرها خلال الأشهر الماضية هناك أيضا بالقرب من هذه المدينة وفي البلدات القريبة منها تجري اشتباكات على مدار الساعات والأيام الماضية دخلت أيضا محور الاشتباكات مدينة شخطار الواقعة في منطقة دوناسك والتي يستهدفها أيضا الجانب الروسي وفق ما تقول الرواية الأوكرانية بالإضافة إلى مدينة أفدييفكا المدينة الرئيسية في مقاطعة دوناسك المدينة الخامسة والمدينة الرئيسية التي تقع في منطقة خاركيف يهدف من خلالها ربما الجيش الروسي وفق قراءات متعددة هنا في كيف إلى تخفيف الضغط الأوكراني على منطقة لوهانسك المجاورة خاصة على محور سفاتوفو وكذلك كريمنايا باعتبار أن الجيش الأوكراني على مدار الفترة الماضية يقوم بهجمات من أجل دفع القوات الروسية إلى التراجع بلغة الأرقام تقول التقارير العسكرية الأوكرانية بأن الجيش الأوكراني تمكن من صد 71 هجوما رقم كبير جدا بالمقارنة مع الأرقام التي كانت تسجل خلال الأسبوع الماضية والتي كانت لا تتجاوز ربما أو تتراوح ما بين 12 إلى 20 هجوما للقوات الروسية على الأكثر هذه الأرقام تدل على أن ربما هجوم واسع النطاق أو هذا الهجوم الواسع النطاق الذي يتحدث عنه الجميع قد بدأت مؤشراته فعليا في المنطقة الشرقية على العموم جميع البلدات وفق ما تقول الرواية الأوكرانية الواقع على الخط الفاصل سواء في مقاطعة دونيسك أو لوهانسك ما زالت تتعرض لقصف واستهداف من قبل القوات الروسية في ملخص هذا اليوم أيضا منذ الصباح وإلى غاية أمسية اليوم يقول الجانب الأوكراني والبيان المسائي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن القوات الروسية شنت أكثر من 17 غارة على مراكز ومنشآت للطاقة الحيوية في البلاد أبرزها كان طبعا في منطقة خرسون في الجنوب وكذلك في منطقة دونيسك أو لوهانسك في الشرق الأوكراني نتابع التقرير التالي الذي يقدم حوصلة عن التطورات الميدانية في أوكرانيا خلال الساعات القليلة الماضية في بخموت شرقية أوكرانيا تستعر المعارك تقول مجموعة فاغنر العسكرية الروسية إنها باتت تقف على بعد أقل من كيلومترين من مركز المدينة التي يلفها الضمار من كل ابتجاه قائد المجموعة الميداني أكد مواصلة التقدم للسيطرة عليها في حين تواجه قواته استماتة من القوات الأوكرانية التي أعادت انتشارها في بعض المناطق غير بعيد أعلن مؤسس فاغنر سيطرة قواته بالكامل على بلدة يكدوني المتاخمة لمدينة بخموت من الجهة الشمالية ونشر صورا لمقاتله عند مدخل البلدة الاستراتيجية تحت وطأة اجتداد هذه المعارك قال الجيش الروسي إن القوات الأوكرانية فجرت سدا يقع على بحيرة وقناة مائية شمال غربي مدينة بخموت في محاولة لكبح تقدم قوات فاغنر بالمقابل نفت القوات الأوكرانية السيطرة على بلدة يكدوني مؤكدة أن القرى القريبة من بخموت لا تزال تحت سيطرتها في وقت كثفت ضرباتها على القوات الروسية في اتجاهات عدة شن سلاح الجو التابع لقوات الدفاع 12 غارة جوية على مناطق تمركز الأفراد والمعدات العسكرية للمحتلين وأسقط المدافعون ثلاث طائرات من دون طيار للعدو اجتداد المعارك على الأرض والدعم الغربي المكثف والنوعي دفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التأكيد على أنه ما من خيار أمام بلاده سوى الأخذ في الاعتبار القدرات النووية لحلف الناطو بقيادة الولايات المتحدة الشارك في الحرب والساعي إلى هزيمة روسيا في ظل هذا التصعيد السياسي والميداني بعد عام من الحرب لا تزال المعارك في الساحة الأوكرانية على أشدها خاصة في الشرق والجنوب مع غياب أي تسوية تضع نهاية لها نعم صونيا في المستجدات ربما آخر المستجدات لهذه الأمسية هو ما نقلته وسائل إعلام محلية في أوكرانيا عن سماع دوي انفجارات في شبه جزيرة القرم التي يعتبرها الجانب الأوكراني منطقة محتلة هذه الانفجارات سمعت في مدينة صوداك وكذلك في بعض البلدات الواقعة في الجهة الشرقية من هذه المنطقة دون أن تقدم تفاصيل كافية عن ما جرى هناك تأتي هذه الانفجارات مع تصريحات الرئيس الأوكراني اليوم الذي أكد عزم بلاده على استعادة السيطرة أو تحرير كما قال شبه جزيرة القرم من قبضة القوات الروسية تأتي هذه التصريحات طبعا هذا اليوم بالتزامن مع إحياء أوكرانيا ليوم الصمود والمقاومة للاحتلال الروسي لبشبه جزيرة القرم كما يسمي الأوكرانيون هذا اليوم شبه جزيرة القرم كانت محور تداول أيضا لرئيس الاستخبارات الأوكرانية والتي قال بأن الهدف بعد دومباس وكذلك المناطق الجنوبية في أوكرانيا ستعمل أوكرانيا على تحرير شبه جزيرة القرم من قبضة القوات الروسية ما يجد الإشارة إليه وذكره من الناحية السياسية هو وصول وزير الخارجية السعودية اليوم إلى العاصمة كييف ولقائه مع عدد من المسؤولين من بينهم الرئيس زيلنسكي ومدير مكتب الرئيس الأوكراني هذه أول زيارة لمسؤول عربي إلى العاصمة كييف منذ بداية الغزو الروسي خلال الزيارة تم إعلان مساعدات سعودية للجانب الأوكراني أغلبها طبعا مساعدات إنسانية بقيمة نحو 400 مليون دولار شكرا لك محمد زاوي كنت معنا من كييف